طيب احنا انا عندي لسه في حاجات كتيرة جدا واسئلة بس ايه عاوزين بقى رد فيها سريع انت شاف احنا انت قلت من شوية ان العصر بتاعنا كان فيه مواهب كتيرة جدا اه انت شاف المواهب في الفترة دي ازاي لا 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 احنا الايام الجيل اللي انا كنت بكلم حرارك عليه اللي هو الجيل الزهبي بتاع النادي الالي كانت مفيش اعتراف فكانت الكورة تطلعها فور فان للمتعة للهواية انت كنت بتلعب الكورة هويتك لعب الكورة ما كانش العائد المادي زمان تشايف العائد ضعيف جدا ما كانش فيه المقابل المادي طب انت شايف ليه المواهب قالت ليه الوقت والله هو دلوقتي تكتيك اللعب اختلف كتير كابت المصطفى عن زمان زمان كانت المهارة هي العامل الفيصل هل الساحات والشوارع هي دي كانت اساس من ايوه ايوه طبعا لعب الكورش ربقال ما فيش كورة شراب خمس دلوقتي ايوه ما فيش ما فيش حصل انفجار السكان اللي حصل عندنا وزيادة عدد السكان ابتدت المساحات اللي يلعب فيها الناس بقت قليلة احنا خانت الكورة ده الكورة الشراب هي طلعت معظم لعبة العالم كلها سواء هنا او في البرازيل او في الاورجنطين او في اي حيث وزي كله هي اللي كانت اللي ايطاليا خادت كسل العالم ساعات فالقصد اقول لك الفرق كلها كانت كويسة و هنا في مصر كان فيه نجوم كتيره حتى في مصر يا كابت المصطفى انا كنت تفاكر يا كابت المصطفى لما كان النادي الاهلي يلعب اي فرق في مصر كانت الجماهير حفظة نجوم الفرق حرفية لو لعبت المحلة هتقول له عمر عبدالله عبدالدايم وخليل وحناك اينا والسياجة 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 والدواد وعماشا لو لعبت الاتحاد هتقول له بوب والجارم والشحتة وطول لعيبة كتير المصري الاسماعيلية المصعد الاساد عبدالرازي وعلى بجريش كان كل اللعيبة كل الفرق نجوم يا كابت المصطفى وكانت المهارات بتاعتهم عالية جدا ليه العائد المادي العائد المادي طغى هنا لما العائد المادي طغى وعلى ما يبدو يعني انه هو الكتشر او الاتيتيود او المناخ المناخ اللي احنا تربينا عليه يتعارض مع المادة يعني انت كل ما تخش المادة في حاجة تبوز القيمة والكلام ده مش عالكورة بس ممكن احنا الفن كان عندنا مموثلين وعندنا مبنيات كل المجالات ولمجالات بس مصر ولادة طبعا يعني مصر ولادة بس المهارات بتقل يا كابتن مصطفى يعني انت المهارات انا كنت تفاكر انا بقول لحضرتك الاسامي دي مصطفى عبدو مختار مختار طار الشيخ صفة عبدالحليم محمود الخطيب محمد عام مهر همام مصطفى يونس نجوم كل واحد اللي مهارة مختلفة تماما دي حيئة دي حيئة دلوقتي التكتيك التكتيك بقى بيقول لك ايه بقى مطلوب انك انت الالتحامات تبقى اكتر هنا الناحة الدفاعية بتتغلب على بتتغلب على الجمال الجمال طيب انت مين من اللعيبة اللي انت كنت بتعشقها في مصر بصفة عامة من اللعيبة زو مهارة عالية جدا لعيب بينفذ كل حاجة الشكل الجمالي حاجة تفرح كان مين اللي انت بتعشق لا هو هو بصراحة يعني هو كان انا بس تمتع مع فرقتي فرقتي النادي الاهلي نعم لما كان الخط القداماني بيبقى فيه مصطفى عبدو فيه خط الوجوم بيبقى فيه مصطفى عبدو فيه الخطيب فيه عبدالي عبدالشافه فيه مختار مختار فيه طهر الشيخ هنا انا كنت في التدريبات بستمتع على كطفى مصطفى لأينا كان فيه حاجات انتم بتعملوك في المشاكل تفكير الدايرة ده احنا كنت نروح بديها بساعة نلعب الدايرة دي اللي هي طايرة والتنس وكنا نروح عامل التمرين بساعة علشان نلعب اللعبة لأ! وانتوا كنتوا في التدريبات بتعملوا حاجات ما كنتوش بتقدروا تعملوها في الماتشاط التدريبات كانت بطبعتها بتعملوا حاجات ايه؟ يعني كنا بنشوف الخطيب الخطيب بنشوف حاجات منه ما يقدرش يعملها في الماتشاط اللي هو الترئيس والي